تقدم فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمنة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بخالص التهنئة إلى رئيس عبدالفتاح السيسي وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة وفي بيان له قال مفتي الجمهورية أن ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة سطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاح بين أفراد الشعب والقوات المسلحة الأبية الباسلة حتى تحققت أداف الثورة التي ستبقى خالدة في أذهان المصريين كما أكد مفتي الجمهورية أن ثورة يوليو المجيدة ضربت أروع الأمثلة لإنحياز الجيش المصري العظيم إلى تطلعات الشعب وأمالي في الحياة التي تقوم على العدلة الاجتماعية والاهتمام بالطبقة الكادحة